بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الصف الثامن، درسنا اليوم هو عن الجدول الدوري. لماذا وضع الجدول الدوري؟ وضع لتسهيل دراسة العناصر. لجأ العلماء لترتيب العناصر في الجدول الدوري، ويسمى طبعاً الجدول الدوري. إذن تعرف الجدول الدوري هو تنظيم للعناصر يسهل دراستها والتنبؤ بخصائصها وسلوكها، وهو مرتب في خطوط أفقية وعامودية. من أول من وضع جدول دوري؟ هو العالم مندليب. إذن هو عالم روسي وضع الجدول الدوري بناء على زيادة الكتلة الدرية. إذن رتب العناصر بناء على زيادة كتلتها الدرية، ووضع العناصر المتشابهة في خصائصها تحت بعض. وقد ترك مندليب فراغات لعناصر لم تكن مكتشفة في ذلك الوقت. إذن رتب العناصر بناء على الكتلة الدرية، وتبين بعد ذلك أن ترتيبها لم يكن هو الترتيب المناسب للعناصر، أو لم يكن هو الجدول الدوري المناسب لترتيب العناصر. ثم بعد ذلك جاء العالم موزرلي عمل على ترتيب العناصر في جدول وفق الزيادة أعدادها الذرية، والتشابه في صفاتها، وعمل على ترتيبهم بخطوط أفقية تبعاً لزيادة أعدادها الذرية بدل من الكتل الذرية، وكل مرة يبدأ بغلاف جديد كان يبدأ خطاً أفقياً. إذن المعتمد الآن هو جدول موزرلي، بناء على ماذا رتب هذا الجدول؟ رتبه بناءً على الأعداد الذرية، بناءً على الأعداد الذرية. ضم جدوله في السطر الأول عنصرين، سعة الغلاف الأول إلكترونين، وفي السطر الثاني ضم ثمانية عناصر، سعة الغلاف الثاني ثمان إلكترونات. إذن كما نلاحظ هنا في الجدول الدوري بأن السطر الأول تضمن عنصرين هم الهيدروجين والهيليوم، وعندما نقوم بعمل توزيع إلكتروني لهذه الذرتين، نلاحظ أنها تمتلك فقط غلاف واحد، تمتلك غلاف واحد. والسطر الثاني يتضمن ثمان عناصر، يتضمن كما نلاحظ ثمان عناصر، وهذه العناصر تكون في غلافها، لأنه يتضمن غلافين الأول والثاني، وفي الغلاف الثاني يكون توزيع العناصر. وهكذا رتب العناصر المعروفة آنذاك في خطوط أفقية أطلق عليها اسم دورات، وخطوط عامودية أطلق عليها اسم مجموعات. مثال ذلك أن الدورة الأولى كما نلاحظ تحتوي على عنصر الهيدروجين رمز H، والهيليوم رمز H، إذن أفقياً تسمى دورة، الدورة الأولى تحتوي على عنصر الهيدروجين وعنصر الهيليوم، أما الدورة الثانية فهي تحتوي على عنصر الليثيوم، البيريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، أكسجين، فلورنيون، إذن رتبها بناء على الدورات مثل ما تحدثنا أفقياً، أفقياً تسمى دورة، بينما عامودياً تسمى مجموعة. مثال على المجموعات لدينا المجموعة الأولى فيها هيدروجين، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، ريبيديوم. إذن هذه تسمى المجموعة الأولى، إذن عامودياً تسمى مجموعات. المجموعة الثانية فيها بيريليوم، ميغنيسيوم، كالسيوم، وإلى آخر المجموعة، المجموعة الثالثة، طبعاً شوف نكمل تسمية المجموعات. لدينا الآن في الجدول الدوري سبع دورات، سبع دورات لنعدها أفقياً، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس، ست سبع. هلأ الدورتين الموجودات في الأسفل هم استكمال للدورة الخامسة. إذن هو استكمال للدورة الخامسة. لدينا فقط سبع دورات، سبع دورات في الجدول الدوري. نأتي الآن إلى عدد المجموعات. لدينا في هذا الجدول 18 مجموعة، 18 مجموعة تقسم إلى قسمين. القسم الأول اسمها العناصر الممثلة. العناصر الممثلة وهي تتضمن ثمان مجموعات. العناصر الممثلة تتضمن ثمان مجموعات. أما العناصر الباقية تسمى عناصر انتقالية. كيف نميز العناصر الممثلة؟ هي أول مجموعتين من اليسار، وآخر ست مجموعات من اليمين. إذن العناصر الممثلة التي سوف ندرسها في الصف الثامن هي أول مجموعتين من اليسار وهي المجموعة الأولى والثانية ثم نكمل وهي آخر ست مجموعات من جهة اليمين التي شايفينها أنها 13, 14, 15, 16, 17, 18 إذن العناصر الممثلة التي سوف ندرسها في هذا الصف إن شاء الله هي المجموعة الأولى والثانية والثالث عشر رابع عشر خامسة عشر سادسة عشر سابعة عشر وثامنة عشر لكن عندما ندرسها سوف نسميها مجموعة أولى ثانية ثالثة رابع خامسة سادسة إذا المجموعة الثامنة وجميحة تسمى عناصر أو مجموعة العناصر الممثلة تسمى مجموعة العناصر الممثلة إذن العناصر الممثلة تقع في مجموعتين منهما على اليسار عنا مجموعتين على اليسار أولها هيدروجين والثاني واحدة بيريليوم وست مجموعات على اليمين تبدأ بالبورون وآخر شيء عندنا الهيليوم والليون عندنا نأتي إلى تصنيف العناصر كما نلاحظ هنا التي باللون الأصفر هي لا فيلزات التي يكون لونها هنا بالجدول باللون الأصفر هي لا فيلزات كما أخذنا سابقة عن طبيعة الفلزات أنه لا فيلزات لا تصل تيال كهربائي غير موصلة عندنا للحرارة وأنها تتميز أنها موجودة بأشكال مختلفة مثل غاز تكون عشاك الغاز وتكون سائل أو صلب إذن باللون الأصفر تسمى لا فيلزات أما اللي باللون الأخضر فهي أشباه الفلزات أشباه الفلزات مثال على ذلك البورون والسيليكون أما عناصر اللون الأحمر فجميع العناصر باللون الأحمر هي فلزات جميع العناصر موجودة عندنا بالجدول باللون الأحمر هي من أنواع الفلزات تنتمي العناصر في الجدول الدوري إلى نوعين كما تحدثنا العناصر الممثلة هما عمودان على يصال الجدول وستة على يمين الجدول أما العناصر الانتقالية هي العناصر التي تقع في وسط الجدول الدوري والسطران الأفقيان أسفل الجدول الدوري إذن العناصر الانتقالية لن ندرسها في الصف الثامن سوف ندرس فقط إن شاء الله العناصر الممثلة وتحدثنا سابقا بأن العناصر الانتقالية جميحة في الزات العناصر الانتقالية جميحة في الزات بينما العناصر الممثلة بعضها في الزات في السطر الأول والثاني مجموعة الأولى والثانية في المجموعة الثالثة يوجد في الزات أيضا هو في الرابعة والخامسة والثالثة والأخير وفي المجموعة الممثلة هناك مختلف موجود في الزات ولا في الزات وأشفاه في الزات بينما العناصر الانتقالية جميحها في الزات كيف نحدد رقم دورة العنصر؟ يمكن تحديد رقم دورة العنصر بحساب عدد الأغلفاء التي تشغلها الإلكترونات للتوزيع الإلكتروني للعنصر مثال عنا العدد الدري للبرون خمسة عند رسم التوزيع الإلكتروني لذرته نلاحظ أن الإلكترونات خمسة توزعت على غلافين لذا نقول أن البرون ينتمي إلى الدورة الثانية ونلاحظ مثل الجدول الدوري أن البرون فعلا يقع في السطر الأفقي الثالث إذن العدد الدري للبرون خمسة نعود الجدول الدوري العدد الدري للبرون خمسة فتتوزع إثنان إلكترونان في المدار الأول ويبقى ثلاثة في المدار الثاني إذن لديها غلافان إذن هي موجودة في الدورة الثانية موجودة بالدورة الثانية كما نلاحظ أمامنا في الجدول بورون رمزه الكيميائي بي كابيتل إذن ما هو رقب الدورة؟ رقب الدورة هو عدد الأغلفة التي تشغلها الإلكترونات في التوزيع الإلكتروني لذرة العنصر إذن إذا كان في المدار الأخير لأي مثل المثال على ذلك في المدار الأخير موجود عنا لأي درة في مدارها عنا لديها مدارين يعني الأول والثاني إذن تكون موجودة في المدار الثاني لو توزعت إلكتروناتا على الأول والثاني والثالث فهي تكون في الدورة الثالثة أما إذا توزعت إلكتروناتا في المدار الأول والثاني والثالث والرابع فهي تكون في الدورة الرابعة نأتي الآن إلى تحديد رقم مجموعة العنصر الممثل يمكن تحديد رقم مجموعة العنصر الممثل من خلال التوزيع الإلكتروني في الغلاف الأخير في التوزيع الإلكتروني للعنصر يعني أنا بهمني في رقم المجموعة اللي هي الإلكترون في آخر غلاف إذن بهمني الإلكترون الموجود في آخر الغلاف مثال على ذلك عنصر الكالسيوم عندما نقوم بالتوزيع الإلكتروني له نلاحظ أنه في المدار الأول إلكترونان في الثاني ثمانية في الثالث ثمانية وفي الأخير إلكترونان إذن بنركز على الإلكترونات في المدار الأخير لديه إلكترونين إذن هو موجود في المجموعة الثانية لأنه لديه إلكترونين فهو موجود في المجموعة الثانية إذا الرقم المجموعة يساوي عدد الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير إذن الدورة بناء على عدد الأغلفة بالكون توزيع الدورة إذا لديه غلاف واحد فهو في الدورة الأولى إذا لديه غلافين فهو في الدورة الثانية إذا عنده ثلاث أغلفة فهو في الدورة الثالثة بينما المجموعات يعتمد على عدد الإلكترونات في المدار الأخير إذا كان لديه إلكترون واحد فهو في المجموعة الأولى إذا كان في مداره الأخير إلكترونين فهو في المجموعة الثانية إذا كان في مداره الأخير ثلاثة إلكترونات فهو في المجموعة الثالثة نأتي الآن إلى بعض أسماء المجموعات القلويات هي المجموعة الأولى لأنها تكون مركبات قاعدية أما القلويات الترابية فهي في المجموعة الثانية لأنها تكون مركبات قاعدية وموجودة في القشرة الأرضية أما الهالوجينات فهي المجموعة السابعة لأن كلمة هالوجين تعني مكون الملح فهي تكون أملاحا مع الفلزات أما الغازات النبيلة المجموعة الثامنة لأن غلاف الأخير يحتوي على عدد كامل من الإلكترونات مما يقلل من ميلها للمشاركة في التفاعلات الكيميائية وهكذا ينتهي درسنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته